اشتركوا في القناة وأوضح سموه أهمية حصول الأندية والفتيات على الفرصة بالمشاركة في هذا الدور معتبرا سموه أن إقامة الدور في نسخته الخامسة يتوافق مع رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة ممثل جلالة الملك المفدى للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وضرورة تفعيل دور المراكز الشبابية باعتبارها حاضنة للشباب البحريني حيث يأتي الدور ضمن إطار البرابج الداعمة والمعززة لقدراتهم واحتواء المبدعين منهم وأثنى سموه على المشاركة الفعالة من قبل المراكز الشبابية إذ تشهد المنافسات هذا العام مشاركة 36 مركزا شبابيا من مختلف المحافظات وتسعة أندية وطنية وثمانية فرق من ذوي الإعاقة وستة فرق من الفتيات مؤكدا سموه أن مشاركتهم الكبيرة تعكس دورها الذي تطلع به في رعاية الشباب والاهتمام بهم عبر إشراكهم في البرامج الرائدة التي تعمل على سقل وتنمية مواهبهم المختلفة وأكد سموه أن دعم الشباب من منتسبي المراكز الشبابية والأندية يأتي إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الفئة باعتبارها طاقات مبدعة وقادرة على رفض المنتخبات الوطنية في لعبة الصلاة بما يشكل عاملا أساسيا لخدمة الوطن في شتى المحافظ الرياضية حيث يعتبر هذا الملتقى يحمل أهدافا وطنية ورياضية واجتماعية وأعرب سموه عن تقديره لجهود وزير شؤون شباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر لإطلاق النسخة الخامسة من الدوري مؤكدا الدورة البارزة لممثلي الوزارة في إقامة الدوري هذا ويأتي الدوري ضمن مبادرات سموه في المجالين الرياضي والإنساني تحت شعار ملتقى الأجيال وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسموه شيخ خالد بن حمد الخليفة حيث أقيمت مراسم القرعة للدوري يوم أمس الأول ترجمة نانسي قنقر